المسيح هل هو مجدف أم إله؟ أهلاً أحباً مشاهدينا في كل مكان طبعاً هذه الحلقة هو توضيح أمر مهم جداً أنه الكتاب المقدس بيتكلم عن يسوع المسيح أنه يغفر الخطايا أنه يخلق وأنه يفعل أمور عظيمة خارقة جداً حتى في أيام يسوع المسيح كان في هجوم على هويته وعلى شخصه وهذا الهجوم هو بالحقيقة هل هو المسيح مجدف أم إله؟ هل هو إله حقيقي أم كل ما يدعيه يعتبر تجديف؟ خليني في البداية أقول بكل صراحة وبكل وضوح أن من أخطر الأمور أنك تحكم على شيء من مجرد أنك أنت بتسمعه بدون ما بتفحص مع أنه الأمر بسيط جداً بيتطلب من حياتك وأبديتك أبديتك يعني تذكر هذه الكلمات هو أن تقرأ إنجيل المقدس وما بيخدش فترة طويلة أو ممكن تقرأ بشارة يحنى أو لوقة مثلاً وتستطيع أن تكتشف هوية وشخصية يسوع المسيح طبعاً الأمر غير مقبول بتاتاً بالنسبة للمسيح يعتبر تجديف عندما تقلل من أهمية ومن هوية شخص يسوع المسيح كثير مرات بنسمع أن المسيح هو نبي عظيم بحاوله يحطوه في مصاف الأنبياء مع أنه الشغل وظيفة النبي ولكنه أعظم من نبي وهو حكيم بل أعظم الحكماء معلم بل أعظم المعلمين حتى لو مجرد بنتكلم عن حياته أخلاقياته تعليمه معجزاته يتفوق على كل الأنبياء وعلى كل البشرية ولكن ليس هذا هو المطلوب بحسب كلمة الله المسيح هو الله المتجسد ظهر في الجسد كما يقول الكتاب المقدس في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله والكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده مجداً كمل وحيد من الآب مملوءاً نعمة وحقاً فإذن تعتبر إهاني أنك تقلل من أهمية يسوع فإما أن يكون المسيح هو إله وتعبد يسوع المسيح أو أن يكون مجدف ولكن لا توجد حلول وسط لأن الكتاب واضح أنه لا يوجد حلول وسط في هذا الموضوع وصلاة اليوم أنه فعلاً تكتشف بإعلان إله بالروح القدس أنه فعلاً يسوع إله ويستحق التمجيد ويستحق العبادة أيضاً المسيح إله أم مجدف ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر